ارهاب الفساد وصرطانه يفتكان بتونس وأهلها وكرة ثلج الفساد تكبر وضروبه تلتف حول عنق الاقتصاد ومؤسسات الدولة ناقص الخطر الذي دقه قضاة ومحامون ومثقفون وناشطون وصل إلى الشارع عبر حمنات شبابية ترفض المصالحة الاقتصادية التي دعت إليها الحكومة من أجل تبيض الفساد حسب شعاراتهم السجلات بين الحكومة والمعارضة بشأن الفساد ومحاكمته تتواصل ويتواصل معها غضب الشارع التونسي الذي تمسه بشكل يومي مع حديث عن فقدان الاقتصاد لعشرين في المئة من نتيجه القومي سنشاهد قصة تونس الحرب على الفساد لنناقش بقيتها مع ضيفين هنا في الستوديو محمد العياد عضو هيئة مكافحة الفساد في تونس ومن تونس العاصمة عبر الأقمار الاصطناعية وسام الصغير الناشط السياسي وعضو حملة منيشم سامح الشبابية لمكافحة الفساد ننوه مشاهدنا إلى أن نشرعنا منذ ثلاثة أيام في تلقي مساهمتكم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وسنعرض ما يرد منها خلال النقاش في حلقتنا هذه أمامكم الآن على الشاشة أرقام للمشاركة المرئية إضافة إلى الوسم الخاص بالحلقة والظاهر أعلى الشاشة لكن ما رأيكم الآن مشاهدين أن نتابع قصة تونس الحرب على الفساد المهندس عبد المجيد ميلاد المدير العام السابق لمصلحة مسؤولة عن كامل منظومة الكمبيوتر والمعلومات الرسمية التونسية منذ سنوات وجد عبد المجيد نفسه مطروداً من عمله دون سابق إنذار والسبب هذه الرسالة هذه الرسالة التي أبعثتها لسيد الوزير الأول وكانت سبب في إيقالتي بعد أسبوعين تقريباً كان هذا في سنة 2000 عندما أثار استغرابه انهيار منظومة المعلومات في البلد برغم جهوزيتها وقتها 450 ألف معناها موظف روتبهم معناها منخوصة كونت لجنة لأتعرف لماذا واقع هذا الإشكال اكتشف عبد المجيد تلاعباً بصفقات أجهزة نقل المعلومات صفقات بعشرات الملايين من الدولارات فتم إيقالتي بهاتف من رئيس الدولة بعد سقوط نظام بن علي عاد عبد المجيد إلى منصبه لكنه مازال يحذر من تواصل تفشي الفساد المفيدة وخموة في الأجيال القادمة ومستقبل بلادنا هو مش يعني رد الاعتبار الشخص وإلا إيقاف شخص هي المنظومة مازال متواجدة منظومة هيكالية مازال متواجدة في الإدارة التونسية وحتى على المستوى السياسي من هنا مر عبد المجيد مثل ألاف غيره من هذه الهيئة المسؤولة عن إعادة الاعتبار لضحايا حقبة بن علي نحن عندنا في الهيئة وحدة العناية الفورية والتي تعتني بجبر ضرر الفوري لضحايا الانتهاكات بما فيهم انتهاكات فساد مالي وحقوق إنسان وتلقينا حوالي 8000 ملف في هذا الإطار من ضحايا تأثرت حياتهم جراء ارتكاب فساد على حياتهم الخاصة وعلى ذواتهم وعلى عائلاتهم تونس بلد يتمتع بطبقة وسطى ونسب تعليم نموذجية المرأة تشارك بكثافة في الدورة الاقتصادية وبنية تحتية محترمة مع هذا تتجاوز نسب البطالة لدى أصحاب المؤهلات العالية 60% ويترنح الاقتصاد تحت ثقة لمشاكل هيكلية متفاقمة مثل البيروقراطية العتيدة والتزايد مصاريف القطاع العام والفساد تسبب الحكم الفردي في تضخم الفساد بشكل غير مسبوق ولكن ليس هذا فقط تونس تخسر سنويا نقطتين من نمو بشراء الفساد ما يعادل ما بين 30 و40 ألف موطن شغل ثنويا وهذا يغطي جميع طلبات إذافية من التشغيل وخاصة بنسبة شهادات الحاملية شهادات العليا ولكن أعتقد الجميع أنه بعد ثورة تونسية سيكون هناك تدارك النقطتين ولكن تونس ما تزال تخسر حسب تقديرات البنك الدولي 20% من نتيجها المحلي نتيجة الفساد فما الذي يحدث؟ ونحن نؤكد على نقطة ثابتة وهمة جدا لا خلاص لتجاوز المشكلات الاقتصادية في تونس إلا بحرب جدية وواضحة وحازمة وشفافة لمقاومة الفساد شوق الطبيب كرس السنوات الأخيرة لدراسة هذه الظاهرة ومحاربتها محام عارض طويل النظام بن علي هو يترأس اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة رسمية ولكنها مستقلة لا يكتفون بالتجارة والربح يريدون كذلك أن يحكموا يريدون كذلك أن يدخلوا في مفاصل الدولة يتحكموا في القنوات التلفزية وفي الإذاعات وفي الجرائد يتحكمون في البرلمان اليوم يتوجه شوقي إلى البرلمان من أجل مخاطبة النواب بخصوص هذه القضية الشائقة الفساد يقابلوا فقر ويقابلوا غير تكافر ويقابلوا تهميش ويقابلوا انعدام للتنمية بالنسبة لديموقراطيين التالي ما دام الفساد موجود هي مهددة والحرية مهددة وحرية التعبير مهددة ووسائل العلام مهددة وتشترى وتباع كما تشترى البضاعة في السوق شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم موارد الدولة شو كيفش الضياء هاوا بالأرطاء عندكم 800 مليار على الأقل حسب معنا الخبراء الضياء نتيجة تهريب المواد المدعمة عندكم بين 500 و1000 مليار خسارة للدولة نتيجة تهريب السجال الدولة نخسروا سنوين 400 مليار نتيجة تهريب الأدلة اللي هي مدعمة هل تعلمون اللي 1700 مليار هي قيمة الخطايا؟ معناها بتاع الأحكام الغير مستخصة بتاع الدولة ونلقى معناها ناس على مستوى رئاسة الحكومة يجاوبوا فيها على صفحة في الصفراء ما تنجمش ما تشعرش بالمرارة همانيس معناها متحكمين في الدولين بالدولة ويعملوا إن يحبوا والوزارات سمحلوا وتصحلوا على مقراتهم ورؤسات الحكومات معناها مسلمين معناها دمور ولا غالبوا تنشوفوا وتنرقوا إليها غير ذلك هل هناك إيادة حقين المقومة الفلسل ولا لا؟ جمناها وقتا في مجلس تأسيسي جمنا قانون من أين لك هذا أو الشفافية والكسبة غير مشروع وفي إتارة القانون هناك رقابة على الأحزاب على تعالى تمويل الأحزاب تم وضعه في الدرج هذا القانون طبقة السياسية نجم تكون البعض فيها موش شعر خطورة الوضعية اللي نحن وصلنا لها ومسألة الدولة المفيوزية اللي وصلنا إلى أبوابها الإشكال في اللي بطبيعة الحال في اللي يعرف وساكت والإشكال في اللي هو متواطئ هو بسدد جر الدولة التونسية إلى الدولة المفيوزية وهو بسدد دفعها دفعا القضاء فشل فشل ذريع وبيلس من هنا تحديد المسؤوليين أنا كالشوز بالقضاء فشلنا يا أخويا أنا نتحمل فشلنا فشل ذريع نستبعمه في الناس حتى استبلاعنا عاكش تكير استبهاء واستحناء وأنا يمكن لهم يلقى علي خضر منك بار وضعت على قلب السد فشلنا بمحاربة الفساد وقع نوع من التطبيع مع الفساد بحيث تم نوع من الاستساغة لك أن تقول بأنه لم يعد منكرا أخلاقيا بشكل جازم مرض أصابت دولة في المؤسسة أو في المفاصلة وذلك هو الذي يخيف ويوم بقى لطف بعيد شر يعني لطف بنهيار الدولة نصر أدنا في حالة حرب نتيجة مثلاً التهجمات ونتيجة التهديدات وغيره معناها اللي قاعدين نحن نتعرضو لها كهيئة وأنا بالذات كرئيس معناها هيئة واللي هي بتبعت الحال تسعدنا في الأخير لأنها هي نوع من الرسالة ويسالة طم أنه لناء أن ناء على الطريق الصحيح هذه جبهة تعاين علينا خوضة وأنت تعرف القلاعة الحصينة تأخذ من الداخل داخلنا في داخل مؤسسات الدولة فم مصالح فاسدة وهذه المصالح الفاسدة داخل أجهزة الدولة هناك من يدافع عنها تقليم أظافر هيئات وسلطة القضائية وكل ما عنده علاقة بمكافحة الفساد عن طريق منع مثلاً الدعم الحكومي عنه ولكن نحن نعرف اللي في الحقيقة هم يفعلون هذا في طار الدفاع على مصالح أو مصالح من كلفوهم بالدفاع مناء عنها في تونس ظهرت أسماء سياسيين بارزين ومرشحين رئاسيين في تسريبات وثائق باناما ووثائق سويسراليكس وتلحق تهم الفساد وزراء ونواباً في البرلمان تشتري أحزاب في الحكم نواب أحزاب أخرى بل أن أغلب النواب والوزراء لم يقوموا حتى بالتصريح بممتلكاتهم إجراءات ينص عليها القانون لضمان الحد الأدنى من النزاهة والشفافية لكنه لا يعاقب المخالفين لكن الآن نحن بصدد إعداد قانون يلزم صنف معين من المسؤولين من بينهم أعضاء مجلس النواب فضلاً طبعاً على الوزراء وكبار مسؤولي الدولة باش يعمل تصريح بالممتلكات بتاعه وقت اللي يتحمل المسؤولية ووقت اللي يخر أما يمنعش أنه الأحزاب بيدها سمت حبتها لحموشها مع المدني عديدته خطر هي بس ما هي ديك المنفذ باش يخول لها أنها تدخل التمويل المشبوه اللي بيخال هي تشيء أصوات اللي خاليها تفتح مقرات اللي خاليها تعمل تظاهرات وتعمل وكما شفتوا توافيه في شهر رمضان مع تموس إحدات يعني هذا كله سمحني مقابل شنو؟ مقابل أنه يوصل للسلطة أول من تحمي الأحزاب بي تحمي السادوم على حساب شنو؟ على حساب الشعب غير بعيداً عن مقر البرلمان يحاول شباب منظمة أنا يقض محاربة الفساد على طريقتهم في هذا المقر الصغير وسط العاصمة تونس مرحبا بكم في مقر منظمة أنا يقض هنا وين نكافح الفساد يسرى موفق مانيل هذا من كل مشاريع في عموة في الحوكمة في مكافحة الفساد خاصة المركز يقض لدعم ورشدة حال الفساد عسامة انتصار اسماعيل هندر مستشارين قانونيين يعني هما يتلقوا البلاغات وعادة البلاغات هذه يعدوها الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ينفحوا صعاد هذا القضايا وإلا يعني يعدي هنا نحن البيرو المكلف بالانتصار في ناقض وين محمد وين يعني نتكافلوا بنشر الملفات هذه سواء عن طريق الفيسبوك الانترنت وكل ما هو وسائل التواصل الاجتماعي ايواتش هي مجموعة من الشباب جوز بعد الثورة مجموعة من الشباب مختلف المشارب تقول بدأ بدا زيت يوديون بعد ما تكملوا وتخرجوا فما يكونوا لا يخدم فما يكونوا لا يخدم في ايواتش تكافح الفساد وما تكافح الفساد يجب أن نضع الشفافية يجب أن نضع الحوك مراشيدة نتجرؤوا نعطي ونذكروا اللي اسمي بمسمياتها ما عنيش نخافوا يا سيدي حتى لو كان نهبتوا حاجة غاطة ينهبتوها غاطة خير من نقولوا لها اخر ما هبطنا شيء ما كتبنا حش ما عملنا حد شيء تتعرض هذه المنظمات الشبابية الصغيرة إلى مضايقات عديدة منها الملاحقات القضائية ومنها حملات تشويه شرسة من وسائل إعلام متورطة ولكنهم يقولون أن تركيزهم ينصب على ما يجب عمله لمواصلة حربهم على الفساد من مقترحهم من قرحاتهم من هناك نخرجوا القائمة بتاع النواب اللي رفضوا التطاع بتاع دينار على الغيابة ونخرجوا النسب بتاع حضور داع مش تكتشف ناجم تكتشف أنهم هم النواب اللي رفضوا هما بيدهم بيدغيب لا يتوقف عمل هؤلاء الشباب عند هذا الحد في ليالي رمضان منظمون سهارات للحديث عن الفساد موضوع الليلة القضاء أول حاجة النظام الإجرائي في تونس مشكلة في إجراءات الجزائية ثم تول معناها ثم إجراءات طويلة جدا اليوم في القضايا الفساد أكثر من 1287 قضايا القضاء هناك إشكال يتعلق بالقضاء التونسي ويتعلق بتخلفه في هذه الحرب على مكفاحة الفساد سواء يعني هكاكب نوع من اللاموبالات أو بتبعات الحال أو لانخيراتهم بدورهم في منظومة الفساد والإفساد القضاء جزء من المشكلة حسب هذا القضي السابق منذ خمس سنوات تقبع نصف الملفات المتعلقة بالفساد في رفوف المحاكم وانا وصلت قلتيني مع أكثر وضع القضاء بعد الثورة أسوأ من وقت القضاء أسوأ من حالة القضاء تحت بنهلي أنا الرأى اللي انطلقنا كما يجب في مقاومة الفساد في الشهرين الأولى من الثورة أخر فيه فري صدر المرسوم بخصوص لجنة مقاومة الفساد والرشوة من تعب الفتحة مر الله يرحموا مباشرة 13 مارس خرج مرسوم المصادرة بدنا خدمنا بالقدار وانبعد صرت انشوت صرت معناها نوع من الانخفاض والسرعة ونوع من الفتور فساد يستعرض هذا التقرير الدولي بالأرقام تجاوز الانفلات في الموانئ والمطارات حدودا غير مسبوقة بعد الثورة تتحدث هذه التحقيقات الداخلية عن أسليب قانونية لتهريب الأموال والبضائع في النقاط الحدودية عبر تواطئ مسؤولين كبار في الجمارك مع شبكات مفيوية معقدة في هذه المرسلة السرية بين مصالح الأمن والجمارك تطلب الأخيرة تسجيلات كاميرات المراقبة بعد سرقة ما تصفه بكميات هامة من الذهب والفضة من مستودعاتها فترد مصالح الأمن مستنكرة أن يحدث هذا الطلب بعد أكثر من سنة كاملة من حدوث عملية السرقة بعد كل هذا الزمن لم تعد التسجيلات موجودة بالطبع وبالطبع تقف القضية عند هذا الحد معظم السلاع المهربة تدخل عن طريق المواني الرسمية في حاويات وتلك الحاويات يتم تزييف ملفاتها وتلاعب بها وتدخل معناها بطريقة شبهة معناها رسمية وهي القعدة وليس الاستثناء البعض يقول لك حتى في حدود 70% نحن الآن في الطريق إلى مطار العاصمة تونس مع عبد الكريم مسؤول أمني سابق في المطار كان شاهداً في 2012 على عمليات تهريب ضخمة للعملة الصعبة ذكريات ومنعرج في حيتي متار تونس كارتاج كان أخطر منعرج في حيتي متار تونس كارتاج هو الملاذ الوحيد الناس المهربين والمبارونات التهريب صورة الواقع أنه في صائف في 2012 وردت على مواقر الفرقة مكالمة هاتفية مجولة المصدر مفادها أنه فم عصابة بسدد تهريب عملة في اتجاه الخارج كمسؤول أمني أعلمت الأعوان والإتارات واستنفرنا في كامل أرجاء المطار وبالفعل تم ضبط ثلاثة أشخاص أجانب جزائريين بحوزتهم سبعة حقائب تحوي كلها مبلغ مالي بالعملة الأجنبية بالعملة الأجنبية الأوروبية ما قيمته 21 مليون أورو يعني ما يناهز 45 مليار تنسية ولكنها لم تكن المرة الأولى عشر مرات قبلها تمر تلك المجموعة نفسها بمبالغ مماثلة وبطرق قانونية بفضل تصاريحة وهمية يوقعها مسؤولون كبار في الجمارك هذا مش فساد برك إجرام في حق البلد أنت تخرج في فلوس تخرج فيها باش تنفع بها معناها الخارج وما عندها حتى معناها أنعكاس يجيب على البلد هذه أموال تنسية مهربة بترق قانونية يعني بترق مقنة بعدها بفترة قصيرة توجه تهم قاسية إلى عبد الكريم ويقال من عمله هل كان هذا صدفة؟ لن يعرف أحد في شارع الحبيب بورجيبة تدعو حملة منيشم سامح الشباب التونسي للتجمع من أجل التعبير عن رفضه لقانون المصالحة الاقتصادية شباب هذه الحملة لا يعتبرون أنفسهم منظمة ولا يعترفون بالقيادة يتقابلون في جلسات حوار مغلق على فيسبوك وينظمون تحركات لمناهضة قانون تبيض الفساد رأي تعبر عنه سماح العوادي نشطة في الحركة قانون المصالحة هذا دعونا نبدأ من الأول هو جاء في صيغة طرحتها رئيس الجمهورية بلوتو بيش تبيض رجال أموال الفاتدين والإداريين وشبه الموظفين اللي هم الوزراء والولات وما إلى ذلك لطبيضهم لطبيضهم دون محاكمة قانون يعتبره هؤلاء الشباب على قياس الفاسدين هو لحماية رجالات الدولة في عهد بن علي من الذين كانوا يرتكبون جرائم والذين كانوا يساهمون عبر ميكانيزمات وعبر آليات في جعل الفساد هي منظومة وليس بحركات أو ممارسات معزولة فردية نحن نعترف بوجود ظاهرة الفساد نقول أننا لا نحمي المفسدين من تثبت التحقيقات وليس الفيسبوك أو الإشاعات من تثبت التحقيقات أنه مدين نحن لا نحميه نحن مسندين مبدأ المصالحة العامة وكل ما يساهل معالجة ملفات الماضي والتخلص منها بعد معالجتها نحن مع هذا نحبه التوانس يمشوا إلى الأمام يتجهوا إلى المستقبل يتنافسوا في مشاريع المستقبل ما يغرقوش في مشاكل الماضي لأنها ما تزيدهم كم فرقة يزم استراتيجية أما هذه معناها الثورة ومجلس ثورة وبدل كل شيء جديد مش عملية سهلة لهالدرجة أنه نقطعه ونعوده من جديد لا يا سيارة وبلاد هذه بلاد هو ليس بقانون المصالحة لأنه مفهوم المصالحة غائب تمام مثل ما يش مواجهة بين الضحية والفاسد في قانون المصالحة البطلة المتاعها هو الفاسد وهذا الشعب سيتمكن بحول الله من كسب هاته المعركة ضد الفاسد المهم وقع هو أن الشعب التونسي قرر الحرب على الفساد وبدأ هاته الحرب الباقي الكل في رأي التفاصيل ومسألة وقت لا غير نرحب بكم مجدداً المشاهدين الكرام نذكر بأننا نواصل تلقي كل أرائكم وأسئلتكم بشأن موضوع حلقتنا عبر حسابنا على تويتر وصفحتنا على موقع فيسبوك مرة أخرى نرحب بضيفين الكريمين هنا في الستوديو سيد محمد العيدي عضو هيئة مكافحة الفساد في تونس ومن تونس العاصمة أوسام صغير وهو عضو حملة منيشم سامح الشبابية أهلاً بضيفين الكريمين نبدأ معك سيد محمد العيدي ونبدأ من حيث انتهى الفيلم والتساؤل حقيقة عن تونس اليوم أين تقف في حربها على الفساد خاصة مع ما جاء في آخر الفيلم وهذا الجدل الذي يصحبها هذه الأيام مع قانون المصالحة الإدارية التي يقول خصومه المنتقدون والمعارضون له بأنه مجرد تبيض لرجال أعمال فاسدين ومن العهد البائد شكراً على هذه الدعوة في الحقيقة يعني مشهد تونسي دوماً متحرك منذ سنة 2011 بفضل الثورة 17 ديسمبر 2012-14 جنب 2011 تونس تشهد حركة انتقال وحركية كبيرة على جمعية على المستوى السياسي على المستوى الحقوقي على المستوى الاقتصادي ثم هناك تحديات اجتماعية هناك تحديات مالية هناك مخاصب الميزانية إلى آخر هناك تحديات اجتماعية على المستوى التوزيع العادل للثروات يعني حريط التعبير كتابة الدستور السياغة القانونين تركيز مؤسسات الدولة تركيز محكمة دستورية يعني هناك زخم هناك حركية على جميع المستويات في هذا الخضم هذا انطلقت منذ 2011 منذ الثورة حناجر الشباب سقطت الضحايا من أجل ترديد شعار ديجاج يعصبت يعصبت كانت من بين أسباب التي اندلعت من أجلها هي الثورة على الاستبداد والفساد الذي كان في ظل المنظومة السابقة وانطلقت منذ ذلك الحين أصوات وحركات ومحاولات بتفكيك منظومة الفساد القديمة لكن شيء أفشايا تبين أن هناك نوع من التراخي بعض الأحيان منذ سبع سنوات هناك مراحل في مستوى هذه المدافعة الاجتماعية ضد هذه الحرب حرب الشريسة حرب طويلة المدى تتطلب وسائل وامكانيات كبيرة تتطلب سياسة وليس حركات ارتجالية وليس محاولات من هنا وانطلق بل يتعيب أن تكون هذه الحرب مؤسسة على إرادة سياسية مؤسساتية حرب لكن هناك من يتحدث سيد محمد العياد بأنه لا توجد جدية حقيقية لدى هذه الحكومة هناك اتهامات حتى لرئيس الحكومة بإعادته للواجهة بعضا من رجالات بن علي الذين كانت عليهم علامات استفهام عديدة وشبهات فساد ومن هنا السؤال هل هو مجرد تراخي أم أن الوضع بالفعل كما تقول كثير من الأصوات في الواقع أن موضوع الفساد بات مستشريا أكثر حتى قبل من الثورة هو موضوع إرادة الحقيقة موضوع الإرادة أحيانا تقوى وأحيانا تضعف وأحيانا نجد تفسيرا لهذا التذبذ في هذه الإرادة الذي نجدها أحيانا ولا نجدها أحيانا حتى الإرادة السياسية ليست لوحدها هي الكفيلة أحيانا نجد هناك ضعف حتى على المستوى المدافع الاجتماعي ضد الفساد يعني حتى المجتمع حتى على المستوى المجتمع والتنظيمات الاجتماعية والتنظيمات النقابية والمؤسساتية تجد أحيانا صد منها في مكافحة فساد يعني هي تنادي مكافحة فساد لكن حين تلمس تلك التنظيمات تلك المنظمات فتجد صدا على أساس هناك مدافعة قطاعية لما نلمس القطاع الأمني أو القضائي أو الأعلام سوف تجد أن القطاع المعنى بالتوجيه النظر نحوه ومؤيديه ومناصريه ومنخرطيه سوف يحاولون دفع كل المحاولات المتجهة نحو محاربة ذلك القطاع أو الفساد الموجود في ذلك القطاع وبالتالي الحديث على أن الإرادة السياسية منقوصة نعم قد تتذبذب وقد تتراخى لكن نفس الشيء المدافعة الاجتماعية وكذلك الظروف التي يعيشها المجتمع التونسي بعتبر أن هناك ريهانات اجتماعية كبيرة هناك أشكال جديدة من الفساد ظهرت على أرض الواقع هناك عوائق وتحديات كبيرة مثل الإرهاب مثل الاحتجاجات الاجتماعية داخل الجهات كل هذه المسائل من شأنه أن تعيق الإرادة السياسية نحو التقدم أكثر من الأكس أساعدك في هذه النقطة حتى نكون منصفين وسؤالي أتوجه به الآن إلى سيد ويسام صغير سيد ويسام يعني رغم كل الخطوات التي يشهد بها القاصي والداني لهذه الحكومة في محاربة الفساد ليس أقلها القبض بالفعل يعني مؤخرا على أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد نهيك أيضا عن ما تعهد به رئيس هذه الحكومة بأنها حكومة حرب على الإرهاب وعلى الفساد كان غريبا أن يقرن الإرهاب مع الفساد نظرا لما يمثله لأولوية لهذه الحكومة لكن رغم كل ذلك تستمر الانتقادات لماذا؟ أين من وجهة نظركم تقصر الحكومة؟ شكرا أخت فيروز أهلا وسلم بداية قبل الشروع والتفاعل معك في هذا النقاش حول كبرى الملفات الحارقة اليوم في تونس أود أن أذكر للرأي العام أتوجه للرأي العام التونسي وأقول أننا الآن ونحن على المباشر في هذه اللحظة هناك شاب من أعضاء حملة منشم سامح وهو مازن عوجي يقضي الليلة الثانية في الإيقاف في بوشوشة عندما كان يتابع لقاء كرة قدم بالملعب الرياضي برادس ليلة البارحة وبسبب ارتدائه لقميص حملة منشم سامح يتم إيقافه والاعتداء عنه وإلى هذه اللحظة هو رهن الإيقاف ليتم تقديمه غدا إلى العدالة وضحت وجهة نظركم لو تعيدنا إلى الموضوع سيد نيسا بالاعتداء على الأخلاق الحميدة نعم في الحقيقة ذكرت أن هناك مبادرات من هذه الحكومة للتصدي للفساد لكن نحن كنشطاء شباب في الحقل الواسع للفعل الشبابي الذي يرتبط أساسا بالقضايا الوطنية نقول بأنه علينا أن نتابع بدقة الملفات التي تتعلق بقضايا فساد منذ القدم وطريق التعامل مختلف في المحطات السياسية التي عاشتها تونس إلى اليوم ونتابع ونقيم نقول من هذا المنبر أنه بعد أربع أشهر من الحملة الأولى التي أقدم عليها رئيس الحكومة نصاب من جديد بخيبة أمل وتسقط كل الأمال في إمكانية الذهاب بعيدا في هكذا حملة بمجرد تمرير قانون المصالحة الإدارية عنوة ودون العودة إلى صناع القرار وصناع الرأي القانوني والسياسي والاجتماعي الذين أجمعوا كلهم لكن البرلمان هو ممثل للشعب وقد أقره البرلمان هذا القانون المصالحة الإدارية عفوا سيد وسام وهناك من يقول بأنه بالنظر للمصلحة العليا وضرورة الطي هذه الصفحة الماضية والمضي قدما كان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات السياسية هذه حجز يمكن أن يدافع عنها من هو يدافع على هذا القانون ولكن وجهة النظر الأخرى التي هي ليست بخافتة وليست بمحدودة هي ذات تأثير كبير فرجالات القانون والهيئات الحقوقية والجمعيات والمنظمات تعد بالعشرات إن لم يكن أكثر وعدد كبير من الفاعلين السياسيين أقر بأن هذا القانون هو خطر بل هو سيرسي ثقافة الفساد في تونس وعلينا أن نتابع التجارب المقارنة التي حاربت الفساد كي نقول أن هناك حرب حقيقية على الفساد أو أنها حرب للطلب تقدم لتقديم صورة إيجابية لكن عندما نبحث على كبريات القضايا في علاقة بهكذا ملف خطير في تونس وأصبح ينخر الدولة التونسية ليس فقط في مجال الإدارة والأعمال بل في المجال السياسي وهنا عين المشكل لأن عدد من الكتل النيابية الأغلبية متهمة أو هناك شبهات فساد تحوم حول عدد من نوابها ومسؤوليها السياسيين وضحها تماما عندما كانوا يتقلدون مهام في وزارات أو من خلال علاقتهم برجال الأعمال الذين يتتعلق بهم شبهات فساد إذن ما يقوله سيد ويسام يذكر على أن الطاق واسع في تونس بأن هذه الحرب ليست جدية بل يصفون بأنها حرب انتقائية لأهداف سياسية وتصفية حسابات أيضا سياسية ومن هنا السؤال باعتقادك ما الذي يجدر فعليا القيام به من قبل الحكومة التونسية كخطوات ملموسة يعني تقوم من خلالها بمكافحة هذه الآفة التي تنخر في نهاية الأمر الاقتصاد التونسي والتي كانت سببا من أسباب ولعله ربما السبب الأكبر لقيام الشعب التونسي بثورته المشهد التونسي شد عشر حكومات يعني كل حكومة تقول أنها سوف تأتي بمكافحة الفساد سوف تجعل من أولوياتها لكن من نلمسه منذ 2015 و2016 أن هناك حرص للأمانة أكثر من الحكومات السابقة على تفعيل آليات المسائلة والمحاسبة أين الخلل هناك من يتحدث بأن هذا الموضوع متجدر ومنذ القدم هناك شخص هناك مؤسسات هناك ربما آليات تسمح باستمرار هذا الفساد وتحول فعليا دون إيقافة طبيعة الحالة هناك منظومة قديمة لا زالت تعمل موجودة داخل الإدارة التونسية داخل المجتمع التونسي داخل التنظيمات داخل هذه الإدارة هذا موجود ولا يمكن أن ننكر أحد لكن في نفس الوقت هناك حرب أطلقتها أطلقتها حكومة الوحيدة الوطنية وكل الموثقيين على وثيقة قرطاج على أساس أنه التزموا بتنفيذ خطة عمل تقوم من أولوياتها على مكافحة الفساد وجعل مكافحة الفساد من الأولويات المطلقة للحكومة بالفعل رئيس الحكومة لما أنشأ الحكومة الأخيرة عاد وكرر أن هذه الحكومة ستكون حكومة حرب وحكومة حرب تقتضي التسلح بمجموعة من الأليات لكن ما الذي يفسر التسلح بالجاة المقابلة كما يرى الخصوم برموز من النظام السابق وبأن هذه الحرب انتقائية وهدفها كما ذكرنا هي لتصفية حسابات سياسية وليس القضاء فعليا على الفساد أي كان من يرتكبه نحن نشهد اليوم إيقافات إلى حد هذا اليوم والحد بالأمس هناك الإيقافات في العديد من قطاعات التهريب لكن لا نعتقد أن الحرب أو تقييم هذه الحرب يتوقف على نوع أو صفة الأشخاص الذين سوف يقع إيقافهم الحرب حسب رئيس الحكومة هي حرب شاملة لكل أشخاص بعيدة كل البعض الانتقائية إلى حد اليوم لا نرى أن هذه الحرب جدية إلى الأمانة لا يمكن القول أن هذه الحرب ناجعة وجدية وحقق نجاحات كبيرة هناك العديد من التحديات المعروضة على أمام هذه الحكومة رئيس الحكومة تعهد بالمواصلة هذه الحرب وبدليل أن موجة الإيقافات توقفت في وقت ما ثم عادت خلال هذه الأيام وطبيعة الحال في مشهد السياسي هناك من يرى أن طريقة المنهجية المتبعة في هذه الإيقافات والاعتماد على قانون الطوارئ وليس عن طريق القضاء مباشرة يجعل من هذه الإيقافات محل الانتقادات ومن حل التشكيك ومن هناك يعتبر أنها مجرد ذر رماد على العيون واختلافات على كل حال المجتمع التونسي متأيقض أنت تشاهد الشباب التونسي موجود وقوة المجتمع التونسي في مجتمع المدني الذي متأيقض شبابا ورجالا ونساء لكن هل يكفي هذا التأيقض دعني أتحول إلى وسام هو واحد من هؤلاء الشباب وإذا كانت الحكومة سوف تجعل مكفحة فساد مجرد شعار فهي سوف تكون الخاسرة الأولى أمام المجتمع وأمام المنتخبية وأمام المنتخبية الخاسرة الأولى يقول ضيفنا الكريم هنا في الأستوديو سيد محمد العياد وسؤالي موجه إليك وسام ما الخسارة التي ستواجهها الحكومة بالفعل ونحن على بعد أيام للبحث في النقض أو الطعن الذي قدم على هذا القانون الذي تعترضون عليه بشدة إضافة إلى أطياف أخرى في المجتمع التونسي ما نوع التحرك ما نوع الاحتجاج الذي يمكن أن تقومون به نعم هذا السؤال مهم في المرحلة القادمة لكن لدي سؤال مركزي قبل هذا وهو تساؤل حقيقي كيف لحكومة ونظام حكم ومنظومة حكم في تونس فيها ما يزيد عن عشر كبرات دولة أي وزراء وكتاب دولة وفي هؤلاء فيهم من فر أثناء الثورة خوفا من العقاب وفيهم من تم الحكم عنه بالسجن ثم خرج في فترة صراح مؤقت أن يكون اليوم مسؤول ونقول ونردد أننا في حرب عن الفساد هذا الجسم أو هذه المنظومة بكلها في اعتقادنا وفي تقييمنا هي غير قادرة لمحاربة الفساد لأنها تحمل في جيناتها وفي وفي مكوناتها مؤشرات فساد بل الأعظم من هذا عدد من رموز الحكومة هو لإسقاط منها عفوا سيد ويسام هذا التحركات التي تقومون بها تقول للحكومة بأنكم تريدون ربما إسقاط خطوات ضرورية هي في نهاية الأمر يجب القيام بها لإنقاذ الاقتصاد التونسي ما حجاجكم في إسقاط قانون تمت المصادقة عليه وأقر في برلمان انتخب من قبل الشعب في تونس ما بعد الثورة طبعا أولا هذه الحجة مردودة على أصحابها لأنهم المبادرون بهكذا قانون أسقطوا المجال الاقتصادي أو المصالحة في المجال الاقتصادي وجراء الصرف المالي وبالتالي حافظوا فقط على العفو على الإداريين من تعلقت بهم قضايا فساد خلال الفترة السابقة وبالتالي المردودية المالية هذه حجة مردودة على أصحابها لأنهم كما قلت أسقطوا الجانب المالي والجانب الاقتصادي هذا من زاوية من زاوية ثانية نحن عندما نمارس فعلنا السياسي نحن عناصر ونشطاء مخضرمين فينا من خرج من دهليز وزارة الداخلية إثر 14 جامع في 2011 وفينا من تربى وتكون واستلهم من الحراكة الثورية الذي عاشته تونس وبالتالي هذا التلاقح أو هذا الانسجام بين تجربتين تجربة قديمة لشباب عارضة وناضلة وتصدى لنظام الاستبداد نظام بن علي وشباب آخر انخرط في منظومة الفعل النضال السياسي الوطني التحرري بعد الثورة من خلال متابعته للأحداث هذا الجسم أعطى جيل شبابي مسؤول وقدر على التأثير ماذا سيقوم به غير العالم الاقتراضي سمعنا أحد الضيوف يقول بأنه ليس لديكم عفوا سيد ويسام أحد الضيوف قال بأنه ليس لديكم سوى اتهامات وتقارير تنشرونها على الفضاء الافتراضي ماذا عن الواقع الحقيقي خاصة وأن تونس هي التي فجرت أولى ثورات العربي هل يمكن أن تقوم بربيع على الفساد أيضا نحن نعتقد بأن الحرب على الفساد هي حلقة رئيسية للانتقال السياسي في تونس ولا يمكن الحديث عن تغيير السياسي حقيقي إلا بتفكيك هذه المنظومة وتطبيق العدالة الانتقالية التي نلاحظ أنها أدت نتائج إيجابية وأدت إلى تطوير الاقتصاد وتطوير التنمية والارتقاء بمستوى العيش في عدد من التجارب والدول المقارنة آخرها تجربة سانغافورة وما قدمته هذه التجربة من أسباب نجاح وتطوير الوضع الاقتصادي والوضع التنموي في سانغافورة والكلمة الشهيرة لرئيس حكومتها لكناو ياي عندما ذكر بأنه لا توجد قررنا أن تكون لنا إدارة نظيفة بينما رئيس الجمهورية التونسية الباجي قيد السبسي يقول قررنا أن نعود أن نعفو على الإداريين الذين تعلقت بهم قضايا فساد هذه هي المعادلة التي نعتبرها مخلة في تونس والتي يجب أن نتعامل معها بعقلية وطنية لا تبحث على الحلول الشكلية بل تبحث إلى المشاكل في أعماقها سيد محمد العياد هيئتكم هي واحدة من إفرازات الثورة غير أن هناك كثيرين يقولون بأنه للأسف نظرا لتوازنات سياسية تم التضييق عليها وإضعافها حتى سمعنا رئيس الهيئة يتحدث عن تهديدات أيضا وصلت لهيئة مكافحة الفساد هل تتمكنون فعلا من القيام بعملكم مثل ما يجب وهل تتلقون أي دعم من الخارج أو حتى من دول في ربما حل المشكلات السابقة نتحدث عن نظام سابق لا يجب أن نغفل ذلك أين ذهبت أموال بن علي وحاشيته هل تم فتح تحقيق في الموضوع ما الذي وصلت إليه الأمور بخصوص هذا الملف الثقيل وربما هو أول الملفات في الفساد في تونس بخصوص مصادرة الأموال الرئيس السابق وعائلته وصدر مرسوم المصادرة في 2011 تم مصادرة أملاك 114 شخص من بين الرئيس السابق وعائلته ومجموعة من الشخصيات وكذلك تم إضافة قائمة إضافية كل شخص ثبت أنه أملاك وأرزاقه تحصل عليها بطريقة بصفة من خلال علاقته برئيس السابق أو بأحد الأشخاص المذكورين في القائمة 114 وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة تم تكوين لجنة وطنية لسترجاع الأموال المنهوبة إلى الخارج لكن سواء على المستوى المصادرة وكذلك على المستوى الاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج في الحقيقة الواقع التونسي يشهد تعثر وبطء وفشل في تحقيق نجاحات كبيرة بعتبار أنه على مستوى المصادرة نشهد العديد من الأملاك والمنقولات التي صدرت ضمن قائمة الأشخاص هذه لكن لم يقع حسن التصرف فيها وإعادة توظيفها وإدخالها ضمن المنظومة القانونية الجديدة وعن طريق التفويت فيها وعن طريق امتلاك من طرف الدولة وتوظيفها ضمن الاقتصاد وبالتالي ضاعت العديد من المؤسسات هناك الآلاف من المئات من المؤسسات المصادرة تلاشت ومحلت بفعل أنه لم يقع أخذ قرارات في شأنها ثم على المستوى الاسترجاع الأموال المنور هناك العديد من الصعوبات نعرفوها نتجة على صعوبات على المستوى ثغرات تشريعية المستوى التشريع التونسي في عدم ملائمته للتفاقي الأممية المكفحة الفساد والتشريعات الدولية المنطبقة في هذا المجال هناك كذلك نقص بالخبرات والتمكن في تقنية استرجاع الأموال المنهوبة وكذلك هناك نقص في التعاون القضائي الدولي على هذا المستوى هناك العديد من الدول وجهت لها إينابات قضائية بخصوص استرجاع مهمة استرجاع والحصيلة إلى اليوم هي طائرة يختان يختان طائرة و28 مليون دينار هذه حصيلة أموال المصادرة وهناك حديث كذلك عن تصرف في هذا الملف وفساد فيه داخل هذا الملف بعتبار أن هناك عدة إشكاليات عن مستوى الواقع سيد ويسام إذا حاولنا أن نتحدث عن المستقبل الآن تونس أمامها مواعيد انتخابية مهمة في المدى القارب باعتقادك ملف الفساد كيف سيؤثر فيها هل ستكون ربما فرصة لمحاربة الفساد يعني الخروج بتشريعات وغيرها وخطوات في محاربة الفساد أم أن المال الفاسد السياسي وتورط بعض الأحزاب السياسية التونسية التي تحدث عنه الشهود في الفيلم سيبتلع هذه الانتخابات والعملية السياسية برمتها في تونس هو في الحقيقة المشكل الكبير في تونس هو يتمثل في غياب الإرادة السياسية من قبل الفريق الحاكم ومنظومة الحكم في تونس في استعدادها وفي عزمها على وضع استراتيجية حقيقية لتصفية هذا الورم الذي يعصف بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس نحن في إطار نشاطنا الشبابي الذي يبحث على وسيلة لتغيير هكذا عقلية وثقافة سياسية تكلست وأصبحت همها الوحيد البحث على التموقع السياسي أو البحث على البقاء هكذا في وضع مستقر دون القيام بمبادرات عميقة وجدية لاجتثاث مثل هذه الأورام التي أثرت على الوضع السياسي في تونس نعتقد بأن التشابك والطلاقي بين رجالات سياسة ورجال أعمال وسائل أو مؤسسات إعلامية تقاطع هؤلاء هناك من يشير إلى القضاء أيضا ومن هنا سؤالي واجوبني عليه باختصار لو تكرم سيد ويسام مستقبل الحرب على الفساد باعتقاد باعتقاد والحراك الشبابي إلى أين لأن الوقت داهمنا في أقل من دقيقة نعم نعم الحراك الشبابي هو في تواصل وبصدد إرساء أو بصدد تكثيف التأثير على مستوى وطني واليوم نشاهد ونتابع لا فقط في هذا المجال تونس العاصمة كعاصمة هناك تحركات على مستوى وطني وهناك انخراط كبير وواسع للشباب التونسي وهذه صمام أمان هذا الجيل في تغيير الثقافة السياسية التي ذكرت أنها ثقافة غير قادرة على تغيير الواقع لأسباب ترسبات تاريخية لكن في نفس الوقت التأثير سيكون على المدى المتوسط ليس على المدى القريب لأنه هناك إذن تحتاجون وقت وضع تمام سيد ويسام السياسي تحول دون كذلك لكن نحن نحن بصدد البناء على هذه الثقافة التي تعمل على التأثير المباشر لكن التأثير الاستراتيجي سيد محمد العيدي فيما تبقى لدينا من وقت سمعنا رئيس هيئة مكافحة الفساد يتحدث بأن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه المحنة وأن المسألة هي مسألة وقت في نهاية الأمر وفق أي آليات باعتقاد خاصة في ظل الوضع القانوني والسياسي الذي نعيشه وفي ظل الاتهامة الموجهة للقضاء التونسي الذي يقول البعض بأنه أسوأ مما كان عليه من قبل هو القضاء التونسي للأمانة يتحمل جزء كبير في أداءه المحتشم في معالجة ملفات الفساد بدليل أنه هناك بطء كبير في معالجة ملفات الفسادة التي أحلت أمام منذ سنة 2011 وذلك عليها الشباب تسمى ويقول لك أنا منش قابل لأنه لم يشهد الملاحقات حقيقية لم يشهد تفعيل مبدأ المسائلة لم يشهد ملاحقات قضائية وكشف لحقيقة المنظومة التي كانت تسير هذه التنظيمات الفاسدة في المجتمع التونسي والتي أثرت على ممتلكاته وعلى مستقبله وعلى مستقبل عائلته وعلى مستقبله طول حالي ولا حاضره بالتالي في دل هذا الوضع الحرب على الفساد الحرب على الفساد بيد الشعب التونسي يغالط من يقول أننا انتصرنا على الفساد الحرب على الفساد هي حرب طويلة تتطلب نفس طويل تتطلب مأسسة ولا تتعلق بحكومة الشاهد أو بالعميد شوقي تبيب أو غيره ليست حكومة أشخاص ليست حرب أشخاص وإنما هي حرب مؤسسات يجب أن تتوجه فيها نحو تكون هناك استراتيجية وطنية مكافحة الفساد يجب أن تتوجه نحو الأخلاقيات نحو التعليم نحو المناج نحو مراجعة التشريعات نحو مراجعة البيروقراطية الغالبة في الإدارة التونسية مراجعة العدمة القوانين وللأمانة حققنا بعض النجاحات التي يمكن التذكير بها أيها أولا إصدار القانون أساسي متعلق بهيئة الحوكم الراشدة مكافحة الفساد ليس لدينا الوقت والتركيز القطب القضائي والماني المتخصص في الملفات الفساد الماني لكن رغم كل هذه النجاحات يظل الملف مفتوحا وملف ثقيل يرهق كاهل الاقتصاد التونسي نتمنى بالفعل أن يجد طريقه للحل أشكر جزيل للشكر سيد محمد العياد عضو هيئة مكافحة الفساد في تونس كما نشكر جزيل للشكر ضيفنا من تونس العاصمة ويسام صغير عضو حملة منيش مسامح الشبابية قتم حلقتنا من برنامجي للقصة البقية نلقاكم الأسبوع القادم بحول الله مع قصة جديدة وبقية لها السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة